فتوى دينية أطلقها نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظة بيهاني بن بوريك عبر تغريدتهم في تويتر تحرض على قتل أفراد الجيش اليمني الذي يخوض مواجهة مع القوات التابعة للانتقال في محافظة أبيان لم يكتفي بن بوريك المقيم حاليا في العاصمة الإماراتية بفتوى واحدة بل راح يسوق لها المبررات واصفا عناصر الجيش من أبناء محافظتي أبيان وشبوى بالدواعش وأن دماءهم مباحة لمقاتل ميليشي الانتقالي أعادت هذه الدعوات للأذهان دعوات سابقة أطلقها قياديون في المجلس الانتقالي للتحريض على الحكومة الشرعية مطلع العام الجاري تحت مبرر النفير العام ترافقت مع تحريض على المواطنين المنتمين للمحافظات الشمالية بالتزامن مع فتاوى بن بوريك تم إيقاف عشرات المواطنين العائدين إلى محافظاتهم في إحدى مناطق يافع وتم احتجازهم في ظروف غير إنسانية وتصويرهم على أنهم مقاتلون تابعون للقوات الحكومية يمتلك المجلس الانتقالي وقادته المدعومون من الإمارات سجلا أسود من انتهاكات حقوق الإنسان وفق تقارير حقوقية دولية ويتهم ناشطون حقوقيون الإمارات بدعم وتمويل عمليات اغتيال طالت سياسيين وخطباء مساجد ونشطاء مدنيين كما ضيقت على حرية الصحافة وسبق أن حرض بن بوريك على الصحفيين واتهمهم بالعمالة والعمل ضد الوطن واستهدف صحيفة أخبار اليوم وأحرق مطابعها وهدد مالك صحيفة عدن الغد كما تتهم القوات التابعة للمجلس الانتقالي باحتجاز وإخفاء الصحفي أصل سويد منذ أكثر من أسبوع في معسكر تابع للانتقال بمحافظة لحج وتدير المجامع المسلحة الموالية لأبوظبي سجونا وأقبيا سرية تمارس فيها صنوفا من التعذيب الجسدي والنفسي وبحسب ما جاء في تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة الذي وجه أيضا اتهامات ضد المجلس الانتقالي بالعنف الجسدي والجنسي ضد النساء في محاولة لإسكاة المعارضين